مرحبا صرنا بآخر رمضان ان شاء الله بنعد على الجميع بالصحة والسلامة والبركة ومثل الخلسطيني لازم نعمل المعمول هاعمل وصفتين من المعمول اول وصفة هتكون بعمول بسميد بالتمر وانترى الوصف الثاني بعد هيدا الفيديو المقصود بالسميد هاستخدم نوعين من السميد السميد الخشنة اللي بيقوم بهيدا الشكل والسميد الناعم اللي بيجي مثل التحين بنسمي تحين الفرخة فيكن تحطو نص بنص او تحطو الخشن اكتر من الناعم او حتى تستخدمو بس الناعم على الحال هنستخدم كمية سمنة هتكون مقدارة قد نص كمية السميد كل المقادير هتكون مكتوبة بصندوق الوصف تحت الفيديو هول هنه ثلاث مكونات اللي منحطن باول مرحلة لان هيدا المعمول بسميد بحاجة انه يرتاح 24 ساعة بدنا نبس السميد بهيدا الشكل نخلطو خلط مبدا نعجن ونفرقو بالايد بهيدا الشكل وهي البسبوسة اجيت لتشوف شو عم نعمل مثل العادة بنفرقو بهيدا الشكل شوي شوي بكل هدوء ببدا نعجن مثل العجيني لتداخل كل السمنة بحبات السميد بنغطيوهم وبنخليوهم طول الليل تقريبا اقل شي 12 ساعة وممكن خليوهم 24 ساعة لتاني يوم بعد 24 ساعة بنشوف كيف صارو هتحسونو شوي حجرو يعني قسيو انا نسيت قولكن انو بهال 24 ساعة لازم كل مرة نفتح مرتين او ثلاث مرات ونعمل هيدا الطريقة نفرقو بايدنا بنفرقو شوي ونقلتو العلاجات الجديد وهلا بدي حطلو المكونات التانية حتيت حليب بودرة سكر وكمية قليلة جدا يعني براس الملعقة حميرة فورية ما تخافوا منا ما حينفشوا كتير المعمولات معنا وفيكن تستغنوا عنا كمان وماء ورد وماء زهر لازم يكونوا نوعيتهم منيحة حتى يعطينا ريحة حلوة وتعمل المعمول منعجون ومنرجع منضيف ملعة تحين احتياط منحطها حتى اذا كان في عنا سوائل زيادة تتشربون واخر شي بدنا نضيف كمان قط كمية المي زهر والمو برد يعني تقريبا انا هون حطيت ربعة كباية احط ربعة كباية من المي وكمان منعجون بهدوء شوي شوي حتى نحصل على عجينة طرية وبتكون عنا كل المكونات حتى هنا وصرت عنا العجينة جاهزة ها خليها ترتاح تقريبا ربعة ساعة لنص ساعة لحضر الحشوة هلا هون عم بختبر العجينة اذا كانت منيحة او لا في اخد كمية من العجين وحطها بقالب المعمول وشوفها اذا تشققت يعني بتكون بحاجة بعد لسوائل اما اذا كانت عندي تلعد شكلها حلو وما تشققت بتكون عنديها منيحة انا عم بعمر المعمول بالتمر فعم استخدم عجون التمر الجاهز حتى يتلو ملعب تسمنة وقرفة فيكنوا تضيفوا المناكهات اللي بتحبوها من جوز التيب او هيل او حتى تضيفوا ينسون على عجينة التمر لكن تضيفوا اللي بدكنية بنكوروهم بهيدا الشكل نعملون كلن حتى نصهل عملية الشغل عنا المعمول بالتمر اللي عم ساوي انا فيكن تعملوا المعمول كمان بالجوز وبالفستق اذا بتحبوها اتركوا لكن المقادير الفستق والجوز كيف بنساوي الحشوة كمان تحت مكتوبة بصندوق الوصف وهي اكثروا عنا التمرات جاهزين حتى ما يلزقوا بادينا نحن وعن نكورون فينا نستخدم شوية زيت نمسح في كفنا نحن وعن نكور حتى ما يلزقوا بادينا كيتم غطي العجينة حتى ما تكون قاسية او حتى ما تقسى وهلقى باخد كمية من العجينة وبفتحها بشكل رئي يعني بمده على ايدي بهيدا الشكل او بعملها مثل الكبة ولزم تكون ريئة شوي وبحط فيها حشوة التمر وبسكرها اذا لقيتوا العجينة صغيرة اول مرة لتعرفوا انتو المقدار اللي بتكون تحطوه وتاخد ايدكن فبتزيدوها شوي من العجينة اللي تسكروها مثل هيدا الشكل تسكروها وترجعو بتوصلوه مع بعض وبتبرموها على ايدكن مثل الطابع وبتحطوها بالقالب او بتحطوها بالصونية انا عم ساوي هوني بالمكبس مكبس المعمول كتير حلوين وسهلين واشكالون حلوة يعني بيجي بهاي للمكبس عدة رسمات بتختارو الرسمة اللي بتكون اياها انا اخترت رسمتان هفرجيكن الشكل عن قري كيف بيطلع شكلها انتو عم تشتغلو اذا كنتو شوي بطيئين بالشغول والحصيتو العجينة معكن ما بقى طرية عم تقسى فيكن تبلوئتون بشوية ماي انتو عم تمدوها بهيدا الشكل وتكملو شغلكون هلا افضل اذا عندكن المكبس تعملون كل اياتهم وتحطوهم مباشرة بالصونية وبعدين بتكبسون كل اياتهم مع بعض اما اذا عم تستخدموا الاوليب الاوليب الخشب او الاوليب البلاستيك خاصة الاوليب البلاستيك لانه بتلزق الرسمة بكعب القالب فبتكونو تجيبو تحين فرخة او السميد الناعم يعني وترشو القالب متل ما انا عملت هون رشو القالب شوي ورجعو نفضوه من السميد لانه السميد اللي بيدلها يعلق على المعمول ورجعو حطو العجينة او المعمولة واقبسوه ساعتا بتطلع معكن دغري من دون ما تلزق من زمن كانو يستخدمو كلسات نيلون نضيف اكيد جديد بيستخدمو كمان او كيس نيلون فيكن تحطوه على الاوليب اللي بتكون بهيدا الشكل انا بس عملت واحدة قدامكن حتا فرجيكم كيف بتطلع وهلا متل ما قلتلكون انا هاعمل كل العجين هاحطن بهيدا الشكل وحطن بالصنية وبعدين هاقبسن كليتهم مع بعض هيك بخلاص وبسرعة ما بيخد معي الشغل وقت يعني كل هايدا المعمولات الكمية اللي سويت انا قليلة عملتلي هايدا الصنية بس اعملت كبيت سميد خشين وكبيت فرخة يعني كبيتين بس من السميد صويت عدتني تقريبا 26 حبة وهون احلى جزء بالشغل هو تكبيس المعمول حتى انتو عم تكبسوا المعمول ازا كبستون ولقيتو شقائت معكن او مزبط شكلة فيكن ترجعو تعملوها مثل الطابة وترجعو تكبسوها من اول وجديد هلا بدنا حتى نحافظ على الرسمة يلي عنا اياها هنولع الفرن من فوق ونحطن شي 3 اربعة اي من فوق بعدين منولع الفرن من تحت على الرفر الوسط تقريبا 10 اي بترقبون ليحمر الكعب وترجعو بتولعو الفرن من فوق كمان بترقبون لياخدو لون الاشقار متل ما نكون شايفين ما تقلون يحترقو او ياخدو لون اسمر كتير وهيك معمولاتنا صاروا جاهزين عنا لما يظهروا من الفرن ما تستعوون خلون يرتاحوا تقريبا نص ساعة لساعة واذا لايتون نفسين او مشاقين تركوهن هيرهدوا لحالون هيرجعو شكلون متل ما نكون شايفين رشايتون شوية سكر لازدينة وهي معمولاتنا ان شاء الله تكون عجبتكن جربوها وصفة قديمة وصفة امهاتنا المعمول بسميد عن الطريقة القديمة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وانا بشوكم في الفيديو التاني وسحتان وعافية اشتركوا في القناة